يا سادة يا كرام لكل مننا والقصة ديالو ربما كنجيب نفس المواضيع ولكن قصة مكتش بها لاخرة في المحتوى ديالا في حلقة الليلة الليلة اللي هي واحد شابة طموحة مجدة بها هاد يقرر باش انه يزوجها عند بلوب لانه هاد يحطى في اياد اللي هي امنة لكن ماشي هادشي اللي كان حيش هاد الحقيقة كانت صادمة غير هو هاد الاب واش غد يندم على هادشي اللي دار ولا لا واش نفعو هاد الندم ديالو في شي حاجة وليلة واش غد يتكمل مع هاد الانسان ولا غد يتلقى شي حل حكاية الليلة ماشي بحال الحكاية الاخرين هادشي اللي غادي نعرفوه اذا بقيتم معي تلخر ديال الحلقة سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كنتمنى لكم تكونوا بخير ولا خير وموركم هاني وأحوالكم طيبة اذا كنتي جديد على قناتنا نقوليك مرحبا بك واذا كنتمنى انطر كيف العادة ضردك ركن ومرتينة المؤنسة ديالكم عادت اليكم من جديد اينما كنتم كنسلم عليكم شكرا حاجة تسمحوا لي انني نرفقكم اينما كنتم غير وابغيت نقول لكم قبل ما بدأ في هاد الحلقة شكرا بزاف على التفاعل ديالكم في الحلقة اللي احطت لكم على اليهود صراحة يجبوني التعليق بزاف كيف يفرحوا القلب واكيد اكيد القطاة الدينية ما غاديش نخليهم حاجة بالنسبة لي شي حاجة زوينة في حياتي كنستفد منهم وانتم ما كتفرحوا بهم فمرة مرة غادي مبدأ نديرهم ليكم ولكن الحكاية ديالناس ما غاديش نفرد فيها انا وكيستفدوا منها بزاف ديالناس وانا اولوكم لو كانت عارفوا بقوة الحكايات اللي وليت نسمع ونعود ليكم وقف قدامي الشخص نقول لي علش مطوي سبحان الله كتولي كتحفظي ذلك شي بقوة ما كتسمعيه المهم غير هو ما تنسوش انكم تضغطو على زر الاعجاب لتحت لما تكلفكم بتشم جهود واذا بغيت تكون من الاوائل لا تنسوش انك تفعل جرس القناة وانت يا للا مولاتي اذا ما عرفت كيف تفعله اعطي على ولدك او بنتك يفعلوه لك في اخرين ما نتطلاش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدأ انا ليلى بنت واحد جهة في المغرب دوزت واحد طفولة اللي هي زوينة وكل شي كان مفر بنت عائلة اللي هي محافظة بابا خدم واحد الخدمة اللي هي مع الدولة وماما ربت بيت كنا غير انا واحد خوية طفولتي الحمدول لها اسم زيانة كنت عايشة مع وليدي مزيان واي حاجة بغاها تحضروها لي غادي نقرأ في البتدائي ثم الاعدادي ثم التانوي من بعد غادي ندير تكوين في مدينة واحد اخرى حتى خديث الديبلوم ديالي بواحد نقطة لي هي مزيانة ولكن قبل في بداية السنة الاولى ديال تكوين ديالي جاوا واحد الناس اللي غادي يخطبوني من دارنا واحد ما كاش كيعرفهم واحد صديق ديالبابا غادي تلقى بواحد صديق واحد اخر ليه وقال ليه اراني بغايت نزوج وولد خوية اللي سكن في الدولة الاوروبية واشكتعرفش بنت اللي هي تكون بنت دارهم وبنت ناس صح بابا قال لي راكين واحد السيد اجي نمشي عنده يوصافي وره ليه ولا عفتشنو يالله نمشي عنده بزوج دابا وندولي على الموضوع فعلا هاد الزوج خاديمشي عند بابا وكان بالضبط نهار الخميس انا ما كنش سما كنش مدينة واحد اخر كيف كنت لكم ادي تقعوا على بابا وغادي خرج لعندهم سلام وعليكم سلام ارافلان بغايد معاك على ود بنتكم الولد خوة اهو لكن البنت مكينة اشهنا سيدي اراكت قراءة في البلاصة الفلانية وراكتها من الويكند الويكند ودك الساعة اجي ومرحبا بكم صافي وخلا يسخر انا ذاك النهار كنت خارجة من القراية عيطت لي يا ماما سلام عليكم ابنتي في نراكي انا في الطريق لماذا؟ انا اعرف ان اصل الى الطار عيطاليا ارا انا بغيت ندوي معاك في واحد الموضوع ضروري شنو واقع؟ شنو هاد الموضوع اللي مزروب علي ماما اللي تخلت تقولي كيد دوليا وصلت الى الطار ودويت ليها كلابس ويقولي شنو كاين اكيد انا انا غادي نرفض عمرني ما دخلت الفكرة نهائية لراسي حجاج كنت نقرام وعندي طموح وديرة مخطط ديال حياتي انا ومبادماشي سوف نقرر واحد الليسانس بروفسيونال في هذه المدينة وكل شي كان باخر وليل الحمد المهم في ذلك اللحظة بدون ما نشعر بدون ما نشعر قد نغوط وكامبكو انا ما موافقاش كتقولي وشنا قلنا لك تزوجي بها بنتي انا خارجي والناس نشوفهم موصف وصل النهار السبز سيأتي ماما لعندي لك مدينة باش انا تديني وشرت الحلوة ودك الشي اللي خاص ورجعنا نفس النهار لغدليل حد مع ذلك الثلاثة سيأتي مرتباه وعمه حيات امو اللي هي في الاصل القورية ماتت وهو سيبقى تمامة مجاش معهم حتى يشوف شنو داروه المهم عموما جاءوا ودخلوا واستقبلوهم دارنا بالحليب والتمر ونسبح الله غير شفت مرتبات العريس كيفاش كتتتعامل مع لوسها حياتش اوليديه الاصلين ميتين وكيفاش كتتتحوروا بلا ادب ما عجبونيش تصير علي خاطري من جيتهم مرتباه كتقول لوسها لا تقلل حدايا كانت تصرف لي غير طبيعي انت جاي عند الناس باش تخطبي لولدك او لا والدراج لك ليمت وكتصرفي بحال هكاك انا ما عجبنيش هاد الشيء المهم يبقى قلسين احطنا الثانية دي الاتاي عمو بقى علي يا صافي اعجبتينا ليلة مللقوش محسن منك الله يسخر عفتيش نو اجي نقرأ الفاتحة وبابا سيقرأها معهم بلا ما ياخد الرأي دي في الموضوع انا بقيت على بابا وعليش قرأتوا الفاتحة وشكو نقالها لكم وانا ما بغيتش وعليش قرأتوا هاد الشيء وهاد الشيء وهاد الشيء صافي احنا سالينا راح نعطيناك والدي غدي تقلبوا عليها دقة واحدة بقيت مصدومة ما فهمتوا بابا غدي يصنع لخوته اللي تعرف من العائلة وغدي يقول لهم بلا انا وليلة صافي راح اعطيناها حيتش جوشي ناس يخطبوها وقرأنا الفاتحة انا مستعبا هاد الشيء ونقول لهم كيف يتعاملوا راني ما بغيتش وهذه ودي عييات ما نحاول انا نقنعهم ولكن ولو امو كتقول لي يا راح ندو الشركة وما غدي خصك ما حتى شيء خير وعشي شنو سيدي ادخلي دابات قرأي اللغة غاد نخلص على بنتي اللي بغات انا مفهمش كيف يحاول انو ملسقولي بأي طريقة هذا الشيء غير طبيعي و انا قدرتهم ادخلي من هنا و ادخلي من هنا و ادخلي من واحدة اخرى لانه كنت فايتم دوزة ديزانستيتي تقارية فيهم اللغات و دوزة تقع المخيامات المغرب كله شايفة امو مرتباه عمو بقاو يقولوا شي حوالي جزع ما باش يطمعوني انا بقيت كان اقول لبابا قول لي اراه بنتي ماشي من ذاك النوع من بعد قالها اليوم بابا قال لي هم شوفوها الناس راني اسمعتكم بل انا قلتوا لبنتي هذه و انا راني قادر بنتي اذا بغى تدير شي حاجة راني قادر نخلصها عليها المهم رجعت كان اكمل قريتي و غير تنبكي ماما كتعيض على البنات اللي ساكنة معاهم و كتسولهم كيف دير الليلة حيش ما كنش كنجاوبهم انا ذاك في التليفون تيقولوا لي ها غير كتبكي شنو درتوا لي ها و خاكك ما تتوقوش و بابا تيقول لي يا غادي تزوجي و اللي غادي نخرجك من القرية انا ما فهمش كيفاش تحول بابا بحلاكة في دقة واحدة كان كي عاملني مزيان و عمرو ما دار لي شي حاجة و ديما مساندمي و تيخلص عليها السوايع و دار لي الخاطر ولكن في دقة واحدة غادي تقلب عليها واحد النهار كان صنالي و كنت مع صاحبتي انا و اياها كان تغداو قال لي يا فينك انا را غادي نجي دا مندك اذا ما قبلتيش عليه و راني غادي نعطي انمرتك العمو باش يعطيها لي تبدأوا تغضروا مع بعض اياتكم حتى يجي و تديروا الخطوبة انا بقيت مصدومة تقول لي اه دابا او لا نجي نجي ديك بذيك الريزيدانس اللي قلس فيها و لكن تنقول لي لا ما يمكنش انا نخرج من القرية دابا و انا ذاك كنت فرحانة انا دخلت الواحد الجامعة فيها واحد الشعبة التي تعجبني كنت كنت نضرب 12 كيلومتر كان فيق الصباح بكريم على الساعة و نضرب الفطور والغضاء و نخطو بس الأول و نشطو بس الثاني باش انا نمشي نقرأ ذاك الشي اللي بغيت كنت كنت تكرفس باش انا نوصل و نحقق ذاك الشي اللي عندي فخاطري المهم توصل معي ذاك الشاب اللي كانت في عمره انا ذاك 28 سنة و انا عندي 22 سنة و ما تيعرفش العربية كنت غير كنت ترجم ليه و كان دوي معاه من بعد عام جاو و شفته خرجنا انا وياه وماما ومرتباه عادي سيد كان صراحة عادي جدا انا فاش شفت انه كيت تعامل مزيان و ما فيه ميت تعب قلت صافي ماشي مشكل و اخا ما رانيش راضي على هاد السواج فهذا مكتابي غادي نقبل عليه راني غادي نتولف معاه مع الوقت و اخد دعواء صراحة انا غادي جيني صعيبة انا ما كنش طامعة في الخارج و ما كنش طامعة شنو عنده لانا و الحمدلله كنت عايشة بخير في دارنا ولكن بابا ما خلاش ليه اختيار دازوشي ايام غادي جيو درنا الخطوبة والعقد و ديك الوقت فاش كنت اخرج انا و اياه مر صباة بدأت تقول لي يا ليلى عفك جيب ليشي سك و سباط و قول لي بلينتي اللي بغيتهم و من بعد اجي جي بهم لي انا صراحة ما قدرتش مكا نرداش قاعدك الخير اللي عندين جي نقول لي شر لي سباط و سك باش نضيهم ليها قلت لها سمحي لي يا خالتي ما نقدرش ايوهي ندمتني على هذه الكلمة اراجلي مشا في حاله و انا رجعت كنقرة وهي بدت تشعل العوافي مع بابا مشا تدرت واحد الخطة هي و عمو و و دوات مع بابا بنتك ارى ما عارش نو كد قول الولد ما بقاش كي يحملنا و عمرو لي الراسم مزيان انا بابا غد يصنع لي فينك راني عاد خرجت من الدرسة بابا سيرت سنة يفضر خالك حاجة شخوك غد يجي يجيبك علاش و يقطع لي انا ذاك ماما و اخويا ما فرص هم والو من ذاك شي اللي فرص بابا من غير انا اللي كان خاصني دابا نحضر اصاف دخلت للدار عند بابا لقيتهم موجود واحد الكابلة ديال باسي غد يضربني بي العنقي لتلسية موان بلوكيلية و بدى يقول ليه علش ما كتحتار ميش عائلته اش مو كتقولي الولدهم تنقولي اوال يا بابا واش منيتك هاك تليفونسول واش تنقولي شي حاجة والو ودقول واش بغا يسمعني غير كي يضرب فيها و كي يعود وقال الخويا انه يمشي يجيبهم من الدار ونطلب منهم سماحة واحد الموقف دياد الفشحة انا ما ارضيتش بابا غادي تقوليها اول مرة غادي يضربني في حياتي كلها اخويا قال لها ارى اضربها بابا قلت مرتبط راجلي ايوه معلش اضربها ارى ارى اربها من بعد بابا غادي يعرف الحقيقة باللي انا وهاد شي كامل ماشي بصح ودرت لي هاد شي حيث ما بغيتش نشري لاذاك الساك وصباط فبدك يطلب مني سماحة وكي يقول لي اكون غير قلتي لي هاد شي مرح تشريكي دي وهنا فين عرفناهم كاملنا على حقيقتهم ماشي غير انا حيث من بعد غادي ديروا بزاف ديال الحويج وما كانوش كي تيقوا بهم دارنا ووجههم بابا وقطعنا العلاقات ديالنا بهم علما انني بقى مزوجة بولدهم هما فيشفوا القضية بلي انا حامضة بلوكي يعيطوا على ولدهم تلقى رامض صلحش ليك تقول لهم لا ما غاديش نتلقى انا باغيها وهنا فين غادي يكبر ليه في عيني غادي يبلوكيه وقالوا ليه صافي ما تبقىش تقدر معنا حيثش اختاريتها هو غاديدخل المغرب حيثش وصلت وقت العرس كل شي غاديديروه من عندنا جاتمر صباه وعمه وكل حبابه بابا اللي كرى القاعة على حساب مائتين واحد ميالينا ومياليه الموينداز ديك الليلة وانا صافي تقبلت الامر الواقع ولكن مازال ما بدت حكايتي من بعد العرس بشي ايام اخدي يوقع واحد الخلاف مابيني ومابين راجلي كنا كارين انا ويا واحد الدار اللي فيها كنا قلسين كنت قلسة كان شوف تليفون ديالو وغادي يحيدو ليه هرسو ليه اهرس واحد الايفون اللي كان اعاد شاريه باقي مازال جديد علاش لانه وقيت فيه واحد تصويره في الكاباري عزكم الله اللي كانت يدير فيها الشيشة نهار قبل العرس سولته شنو هالشي افلان ما خلانيش نشوف ووه يهرسوا بداكي غوط وكيهرس قاعدك شلي في الدار انا نطعيت الماما وقلت ليها شنو دار قلت ليها غير سايسي معها بنتي حتيت تهدن بقينا بحال هكاك ودلت الايام ومشيت المعال ديك الدولة في انتي يسكن وهنا عاد فين غادي تبدأ حكايتي جينا النهار الاول معكان يالله بالتلطار حيث في الاول كانت عنده دار اللي كانت صغيرة انا عند بالي بللي انه بالتلطار وراه جديدة وكل شي هو هادك لكن فاش جيت لقيت كل شي مرون وخانزة عزكم الله فاش دخلت جاي بقى مزوجة بخمستاش اليوم ولقيت ضرب حال هكاك وعمره قراعي دي الخمر علما انا وقال لي بللي انا وعمره مشرب ولا حتى كمه وباللي انا وحتى الشيشة صافرها قطعها سوالتو شنو هادشي لارها اصحابي فلان وفلان وفلان اللي حضروا في العرس وهم اللي كانوا جاءوا الهنايا انا صافي سكت بدعوا مرونا وباقى مكاملة والباركي مكاملش صباغة حتى هي البلكرات مكاينة لا يوجد حوائجي ما راجم مغطيهم غير بالميكات والثلاجة لا تستطيع تقربوا لها بقيت مصدومة ما هذا الشيء؟ صورت وصفت المامة الحالة اللي كانت في هذا الدار ويد قلت لي يا غير معلش عشي شنو دبار تاحي ومن بعد بدأ يدري بشوية بشوية كل حاجة وخامة شي مشكل سيبدأ بالثلاجة نغسلها وكان بكو كان جميل ثنيا ومن بعد ثلاثة أيام سيرجع للخدمة وانا كان بقى بوحدي كل مرة كنت نقوم بشيء ثلاثة نهار سيجد فلوس مزورة خمسين أورو مزورة وراق ديك الساعة سنعيت لبابا بقابل فيديو وقلت له شنو هاد الشيء؟ قل يا وش هدوك بينين باللي انا وماشي فلوس؟ لا بابا رابحل الورقة رابحل نقطعهم بحل اي ورقة الفوتوكوبي راجليجا سوولت له شنو هاد الفلوس راجل غير صاحبي اللي في الحبس شو يا للا راحنا كنلعبو بهم بحل الكازينو كل مرة كنت يجاوبني جاوب بشكل انا غديدخلني الشيك مرة خلالقيت عندو قوة الباسبورات دي الناس سوولتو عليهم قل يلا راكنو في دار ماما المرحومة وهي راكنت كاتتسافر وهادي وعندها موامتي يدخلوك يخرج انا مفهمش كل مرة عندو جاوب وحتى واحد مكان مقنع شو يا غديلقى القرطاس دي السلاح ويلي شنو هات لك هريتا تنقول بلي انا فعلا قليب انا وعندو القرطاس ولكن ما ديروش في الدار ديرو في القراج اللي هو بعيد انا اللي شوفتها غريبة في الدار كنسول عليها والسيد غير تيقف قفل جواب ومرتابك انا هالشي كنعودو كل الوليدية والتفاصيل واحد نهار غديطي حوليا اللي كيت ديالوودني من تحت الناموسية فبقيت كنشوف كيفاش ندير نجبدهم مع الناموسية كانت ملصقة مع الحيث فبديت كنجبد فيها ولكن كانت تقيلة ومقدرج قلت عرفتي شنو غدي نحيد المطلال فوقانية ونشوف كيفاش ندير نجبدهم وهنا غديلقى السلاح من تحت الناموسية تصدمت اول مرة كنشوف ذاك شي واحد كابوس صغير اللي بحالوتي يكون عند البوليس عوتاني صونيت على بابا ووريتو بدي قولي يلا ما تخافيش راهما عندهم تم ذاك شي ماشي مشكلة وراها قانوني غير قولي لي بلي انا وحيد من تمة اذا خفتي ورا شي حاجة هادية بابا تحاولي بردالية وانا عارفة بلي انا وما مهنيش قلبه انا قلت عشي شنو ما غدي نقول والو شهرين كاملها اللي انا تمة غير تم كوكا نفكر كيفاش نتعامل وش كون يكون هاد الشخص اللي انا مزوجة به زائد على هاد الوقت كله ومازال مشرالي يالبلاكارفين حتى يجي لي مازال محطوطن غير في باليزات والميكات باقين مازال لاسقين في الشراجم من غير هذا وانا كان كنتشف نقطة واحد اخرى انا وديما يدخل معا التليفون المرحاض والدوشة عزاكم الله وفين ما مشاة يده معاه ويضعهم تحت مخدلة كان ناعس وفين ما مشاة معاه وهذا الشيء جاب لي الشكعة وثاني وقليل فيه كنت كان قدر انا نتأكد وش كينا شي حاجة ماشي هي هادك بل مرات تنغامر وكان جبدليه التليفون من جيبه هو ناعس والتي يكون ديروه من تحت الوسادة شهرين مرات تنقلبوا لي وتنضير لي السبب لي انا راني بغي غير نحقق ليك فيه الوقت باش انك تمشي الخدمة ولا راني بغيت غير نديرو ليك باش تشارع تل واحد النهار لقيته بلي انه كيدوي مع واحد خاطبته لي يا قديمة ولي كان خاطبها لي هباه قبل ما يموت وتي قوليها بلي انني غادي ندير ليك ونفعل ليك عاوتاني شي خالي لوحد اخرى اللي كان كي قوليها انا اللي عطتك هاد المبلغ الفلاني في المغرب ومشيتي معي لهاد البلاسة انا غير تنصور ذاك الشي وتنصفته البابا وماما وكان اعلمهم باي حاجة كينا غادي نواجهه وبدكي ينكر ويقول لي بلي انه سحابه كيف العادة هم اللي كانوا كيدوي مع التليفون ديالو تقول لي الله يهديك هالتواريخ راكنا فيهم في المغرب فالتالي بقى يقول لي يا ما عرفش عليش درس بحلاكة وسمحي لي يا وبابا بدكي يصوني لي كل مرة ويبكي ويقول لي يا سمحي لي يا ليلة انا سبابك اللي حطيتك في الدوامة دا بل قولك شي حل را ما يمكنش نخليوك بحال هكا انا داك خوية عندو زوج ديال اصحابو تاكنين هنا يا غادي سولهم او ما غادي سولو شي محامي شنون قدر ندير في الحالة ديالي قال ليهم بلي انا هو ما تقدر تدير والو حيش اذا تلقات غا ترجع مباشرة للمغرب حيش مثل ما عندها الوراق لا تشي حاجة ورجل هالي محمل مسؤوليتها في كل شي انا بقت سنقول كيفاش نرجع للمغرب من بعد ما خليت كل شي رد عوية صعيبة خصوصا الجيهة فين تنسكن والناس كيهضروا بززاف علاش رجعت علاش تلقات وانا ما غاديش نقدر على ذيك الهضرة غادي يخصني شي حلوحد اخر غادي ننسوني على مرت عمي اللي عندها واحد بنت خالتها اللي خدمه هنا في المحكامة فبقيت كنعود لها اشنو القيت هي غاديت بحث من مورا راجلي وشكون هو وهنا رقا تبلي انه مدوز الحبز ديال الربع شهور امه الماتت حتى هي كانت مدوز الحبز واخوه كان مات مقتول وبقى لي واحد اخوه واحد كل نهار كنت ضم شي حاجة كنت نشوفها وشنعيشها مع مجرم ترونت ديال بالصح فهذا الوقت بابا غادي عيط ليه وقال ليه شوفها فلان خلي بنتي تقرأ ولا تدير شي حاجة انا غادي دخلني الواحد الجمعية اللي كنت نقرأ فيها اللغة ولي كنت نخلص عليها كل حيثة واحد تمن اللي هو رمزي كنت غيرك نحاول انا نتلف الوقت ونشوف شوية الدنيا خارج الدار اعود ثاني غادي نعود نصوني على مرت عمي اللي صنات على بنت خالتها واللي غادي تجي عندي للدار نهار الجمعة بالليل وغادي تاخد شي تكشيطة وشي ذهب ديالها اللي استفتت لها مرت عمي من المغرب وهنا في نورتها قاعدك شي اللي لقيت وقالت لي بلي انا وخلي هاد شي بلاستو وانا غادي نبقى نجي عندك مرة مرة وحتان شي تجي عندي وغادي نسوي الناس اللي معايا في المحكامة وهم غادي يعرفوا يعطوني شي حليك من غير انك ترجعي المغرب لكن قبل قلت لي خاص كيتخدمي باش يعرفوك بلي انا كيخد دامة وقافزة وانا اصحاب خويا اصلا القولي يخدمه في واحد المحل وكان عندي معاوهم نهار اثنين معا زوج قلت لي ضروري انك يجمعي فلوسك من تحت منك المهم تفقنا على هذا الشي اللي قلت لي ومشات في حالها لقد نهار السبد راجلي لم يكن يخدم لكن ذلك النهار سيخدم تلحطه ودخله منعس انا عندما قلت جمعت الضار قلت حالتي وانا نوجد الفطور وانا نفيق فيه يلا نفطروا جميع قلت لي يلا انا انا شنو قلت من باب البسط قلت ترشيته بشوية ديالما قلت انا نضحك معاه قلت تغوت ازلوا حويج واخوههم والذي قدامه كان يهرسه ودخل الباب انا ذلك الساعة اهربت وصديت عليه الباب حتى كنت سمعت دقان ذلك الساعة سنفعل فيديو في تليفوني وطلقت تسجيل مفتوح في ذلك اللحظة وقلت تغوت علي وخاسم اخي كانت تصنيع علي انا مبغيتش نجاوبه فقطعت وصفت له الفيديو وقلت له شوف شنو الواقع انسالي واندواليك اخي اشتفى ذاك الفيديو مرضاش كيفش هذا يحقر عليها؟ انا اعيض عليها مرت عمي وقال ليها اعافك قولي دابل بنت خالتك شنو تدير مع اختي مرت عمي صفتت الفيديو وابنت خالتها الاخرى اللي اتخل عات وقاتلها سنعيط دابل على البوليس نقول لهم البنت تركها تموت عيطت البوليس وقاتلهم مرة البنت تركها تموت وهذا السلاح وحطوا عليها على رأسها هذا شي مكانش بالصح ولكن المهم ربما باش انهم تخليهم يجيوا ولكن ذاك الساعة كان غير كي يزدحوا كيلو حاليا البوليس ما غدي يجيوا حتى داست ساعة دي المقانة لقوني انا كان جمع واخويا كان كيدويلي ويقول لي لا ما تجمعيش تنقول لي علاش ما قالش يبلي انا والبوليس جايين حيث انا ما كان فراسي والو انا بقيت كان جمع ذاك الزاج ومشي تقلس في الصالون شوية حتى كان سمعت دقان وتيبانو لي اربعات دي البوليس ثلاثة رجال ووحدة امرأة اللي كانوا لبسي اللبسات يالهم بقوكي يغوتو حل الباب حل الباب غدي يحل وشدوه وبدوكي قلبو فيه وحيدو للتليفون دياله ودخلوا عندي هول قوني كل كانت رعد سولوني واش ضربك وقلت لهم بلي انا ودفعني وها هو الفيديو اللي كان مصور فيه تقريبا كل شي قالوا لي يا غدي تمشي معنا دابا والسيدة اللي دوت لنا راقت لنا بلي انا وكين سلاح في الدار وفلوس الى ما اخرى ما كنش بغى صراحة نوريوم ولكن بقى مليحين عليها فين هو حددك الشيء قبل ما انتى انه النهار اللي لقيت فيه السلاح من تحت النموسية فاش قلت لكم هو غدي يحيدو من تماما وخلي غير الكارتونة دياله حيث شو واحد النهار تنقش انا وياه السلاح دياله وبطمعه وقاليا دابا غدي تولي تسنطي الهضرات ديالي ولا غدي نقتل راسي انا بدي تنضحك قليلا ما تيقتينيش دريدك في جيبي وهنا فعلا فين غدي يلقى سلاح من مراهقة قليا سنضره في الجاراج المهم وريتهم بلاسة نتاع كل حاجة وانا لابسة بيجاما دياله والمونتو فامشيت معهم هم ادوه بوحده وانا ادوني بوحده كنت كل كنت راعد واول مرة كنت شوف هذه المناظر بدوك يسولوني واش ندوك عند الطبيب انا تقول بلي انا ما بغيت والو تاكلت شربي لاوالو غدي يدخلوني الوحد البيت وقالوا لي تسني هنا فبديس كان بكي حاجة شواليدية ما معاياش وانا كنت معول علوم في اي حاجة وحياتي شوية غدي تجي عندي واحد البوليسية قلت لي غدي تمشي معي واحد البلاصة قلت لها وخة وعيطوا على مترجمة في التليفون اللي كنت كان نحكي لها شنوقع ومن بعد غدي يجيبوا لي واحد الجمعية باش انا اللي بات معهم ارفضت ما يمكنش نمشي في بات في بلاصة انا ما عارفهاش ومعدوك البنات لا ما يمكنش قلت لهم بلاصة نعيط على واحد السيدة من العائلة هي عند من بغيت نقلس عيطوا ليها وقلت لهم انا اللي بلغت بالحالة ديالها ديك الساعة دفعمت شكل يوصل لهم الخبار انا ذاك ما عندي لها كونكسون لاوالو والدي ديا غير مخلوعين عليها عاد غدي عيط لي صاحب اخويا وغدي يسولني فينك وشنودرتي حياتي اجداركم مخلوعين عليك حياتي اجداركم مخلوعين عليك حياتي تستدسويع وانا كنت مازال في التحقيق المهم غدي نعطي المستجدات ديالي اللي واقعي اللي رجلي الدولي الحبس ووحيدوا لي التليفون وجميع المعلومات ديالي من التليفون دياله غدي يصنع لي اخوه باش انا ويجي يديني في واحد البلاصة الفلانية باش ما يشوفوش البوليس ولكن هما ما بغوش قالوا لي احتش احد مخصو يعرفك في انتيا حياتي اجدارك في خطار ولكن وافقوا باش انا نمشي مع بنت خالت مرت عمي لدارها وهم اللي غدي وصلوني عندها وطمئنوا عليها وقالوا لها بللي انا غدي تبقى عندك غير شيامات حياتي هي دابة خايفة ومن مراها غدي نتكلفوا بها احنا هذا غدي تعطني هي الناكور ودخلتلي الويفي في التليفون ديالي وعيت الوالي ديالي وعوت لهم كل شي بالتفاصيل المهم عيشت في المدي الاكشن اللي ما يمكنش من بعد يومين عيتوا عليها وقالوا لها بللي انا هو رجلي ستلقوه تصدمت كيفاش تتلق بهذا السرعة والسهولة وهو لقو عنده سلاح في داره وهو انكر اصلا بللي انا ورمشي دياله واخوه دار ليه محامية اخرش مهم يلقوا لي حتى شي داليل بدك يقلب عليها ولكن انا ديك الساعة بتلت النمرة ودك السيدة من العائلة خافت عليها لانا انا مشي لديك الجمعية المخلطة وفيها تشربو تيكميو المهم يبقيت عندها وحد خمس ايام من بعد غدي يجيو لعندها دوك البوليس باش انا وميدوني وهي شرحت لهم بللي انا اراني بقى مصدومة ومرضة وميمكنش يقلسوني مع ناس مخلطين وباللي راني غير مخلو عوض هنقفز خاتكم بديوها الشي بلاصة ليهي امينة فعلا ادوني لوحد الوطيل اللي غدي يقلسوني فيه لمدة اسبوع كننكل على حسابهم وكلشي المهم خلوني نرتاح واحد يومين وجو عندي زوجي العيالات من ديك الجمعية بقوا كيدوي ومعايا دواه مع رجلي وهو اندمان وباغيني انا نرجع عنده وهو راعترف شنو دار بلي انا وهرس هادي وهادي والبوليس حققوا معاه وما لقوا حتى شي دليل بلي انا ورادك شري في الدار راه دياله وبإمكانه انه يقول بلي رادك شديالي انا حيث انا ساكنه في ديك الدار معاه وماذا برا تلقوه المهم هما بقوا غادي ينغير معاه وهو اصلا كان عارف القانون ديال هنا انا بقيت كنقول لهم بلي انني ما بغيت والو احاولوني غير لقى خدمة ونخلص على راسي كل شي هاد الزوجب ناس كانوا عنصريات واحدة منهم كانت تركيا كانوا يقولوا لي بلي انه عندنا تسادي الحلول يعني ما غادي نعيطه على البوليس يحيدوا ليك لكارث وترجعي المغرب ولا غادي ترجع لي عندو ولا تمشي تعيشي في الزنقة كيفاش نعيش في الزنقة المهم قد كان سمع كان سمع معاجبوا معا امو احد المترجم قلت لهم تنفكروا نرد عليكم غدا الصباح غادي نصنع وليك وتقول لنا اخير الاخبار مرا غادي نصنع لعائلتي والديك السيدة اللي كنت عندها وقالوا لي بلي انا بقى اباك يقول لي اذا بغيت ترجع للمغرب مرحبا بك ولكن انا بقيت كان فكر ما يمكنش نرجع للمغرب والعائلة وانا يلا واحد اربع شهور باش انا نتزوجت وجيت لهنا وغير عائلته وعائلتي غا يبقى ويشبه ليا ضحك وكيفاش غادي ندير المهم في الاخير ما عنديش حل اختاريت باش انا نمشي نرجع عنده ورجعت وجمعت الدار اللي كانت مبهد له المهم داروا معا هذيك الجمعية شروط باش انه يصوب لي الدار وما يبقى هرس الحويج واذا اجتك حالة عصبية خرج على برات تنفس وما تقاديها انا حاولت ان نتعامل معاه مزيان في الاول ولكن كالقراس بلي انا كندير كل شيء من فوق مطاقتي وبالزاف ديال الحويج معاه ما موفرنش لي بغيت غير بيسي باش نخدم به ونقرأ به ما كينش عندي في المغرب كانوا عندي ثلاثة ماشي تكبر وليني تكفست المعيشة ديالي ماشيت البلدية باش نشوف شمال نيفو ويقعوني في القراية سوف ندوز متيحان ووجبس في 37 على 40 قالوا لي بلي ان نيفو ديالك مزيان وسوف نعطوك نيفو لي اكثر من هذا وراكيدكية وبلا ما تضيعي في فلوسك في اقسم ما اقل المهم ما عنديش خزين في نحط حويجي ما عنديش سراج مسدود بقي كل شي غير بسكوتش والميكا سبغة ديال الدار ما كاملاش انا عارف بلي انه شي خاص بزاف ديال المصاريف ولكن واشكت عارفوا بلي انه يشد خمسة ديال مليون في الشهر وديما ما عنديش وما كنش بعد مرات كان بقى كان بكي وكان سكوت وكانقول هذا مكتابي وما بقيتش كان صلي ولا كان دير حتى شي حاجة وهو اصلا ما تصلي ما تعرفوه ولو في الدين بعد المرات كان قلقى لي اعضار بلي انه وباق بالميموت كانت تخلي عليه ومدخلات واحد الفطرة في الحبس وما كانش ليصرف عليه ويعاش فطرة في الخيرية ولكن تانعية لده ما بقي ما زل كيدخل معها التليفون دياله فين ما مشى انا تانحكي ليكم حكايتي وعارفة بلي انا وما عنديش حل من غير انني مصبر معاها ثلاث سنين وديك ساعة نتلق منه من بعد ما يخرجوا لي الوراق ديالي ويكون عندي نيفو في القراية اذا عندكم شي فكرة الله يعطيكم السر لمفيدوني الحياة الزوجية كيف الناس ما كيناش تقريبا ما بيناتنا كنحس براسي بلي انني غير زيدة وما كان ديروالوا في حياتي وانا يا الله في بداية العشرينات وكنشرب دوية الاعصاب وكل مريضهم دكدقى وطاقه سيربيا بغيت غيرنا بطع عند عائلتي في المغرب تحشم ولكن خفت لا يمشي دير من مرياشي حاجة وما نبقى نرجع لانه هو سيفهم في القانون بزاف ومعتمد على اخوه حياتي شرس كبير في هذه المدينة حتى من اللغة مشكل مبيناتنا وما كان قدرش نتواصل انا وياه اذا جبنا غير موضوع كان لقى عرقالة مبيناتنا باش انا ويفهمني وتنشك واش عنده انفصان في الشخصية لانه اذا اليوم تهله فيها من غير هذا التقافات ديولنا مختلفين وهو ما زال ما عارش الاسلام حتى شي حاجة واحد النهار مش يدخل عند الحلاق وقلت لي وش انا غادي مقى كنت انك هنا قل يا سيري دوري مع اخويا عاد بيت كان فهمه باللي انا واذكره محرم ميمكنش لي انترى انا وياه راس فالراس القيم اللي تعلمنا ومحنا صغار هو ما عندوش وانا جاني هاد شي صعيب عليا بحيلة غادي نربي شي وليد من اول وجديد وفق هاد شي بحادت على ربي بزاف وحتى على راسي عفاكم قولوا لي اشنو اندير هذي هي كانت حكايتي وهذي هي كانت حكاية الليلة من حكاية الليلة فهمت باللي انه والزوج ديال الليلة عندو خلل في بزاف ديال نقاط من الماضي دياله الليلو كان صراحة ما اطرقتش ليهم كنا ربما نضلموشي شوية الحكاية اولاد الحكاية تمشي في منحة واحد اخر كنت في الاول غادي نقول لك صبري حتى تفوت تلتنين وديري ورقاتك وتلقيه لكن في الرأي ديالي والله اعلم ربما غايكون مغاير في التعاليق على الرأي ديال المتابعين غادي نقول لك وخادشي فوق منطقة ديالك حاولي انك تعاونيه وتحسبيه بلي انه امتحان من ربي اللي جابوا ليك فطريقك باش انك تبتليه للاحسن بشرط اذا هو كان باغي وانا غادي تخضي قرار بلي انك ستتصمرين معاه اما اذا بلك بلي انه باغي غير يبقى هكا فهذا كلام واحد اخر وفي كلت الحالتين ضروري خاصك لانه السنوات كدوسكي في الترشا حاولي ما في جهدك انك ما تغلطيش معاه وتجيبي شي ولدات اللي يقدروا يتمحنوا في بلط مسعة قيراس غا تلقي روحك واحلى حاولي تفهمي بشوية بشوية حاولي تجيبي ليه كتوبة حاولي تعلمي طرق باش انه يرتاح حاولي تدري شي حاجة اذا بلك بلي انه هو باغي اما اذا ما كانش باغي انا غادي نقول لك تهل الله يفراسك اعطي لدوة ديالكتئاب انت ما محتاجاش انت محتاجة راحة البال بمعنى فقي الصباح خرجي تتمشي دخلي للدار قرأي شي كتاب شغلي راسك بشي كتاب اذا ببلي غادي تمشي دوزي متحان بشوف اذا قبلك فيها خدمي فيها اللي هي راسك شغلي راسك سلي سلي دكري الله هاد اللحظات اللي انت مزيرة فيهم انت حاليا هيا فاش محتاج الله ربي ما محتاجكش ولكن تراكي محتاجه دقي بابه راني هادي كل اللي في حلقة دقي باب ربي بشي بيعطي القوة فسط هذي الزوبة اللي انت عايشها فسط منها حاولي انا كيتفدي المشاكيل لشين هار تقدر توقع شي كارتا والله المعين هذي كانت حكيتنا الليلة هذي كانت رأيه هذي كانت نصحتي كانت من المتابعي الكرام انهم يخليوا لك نصيحة فدمتم في رعاية الله وحفظين اتلقوا با تغضي ان شاء الله سلام سلام اشتركوا في القناة